DNA و RNA أوجه الاختلاف والتشابه الأحماض النووية هو الاسم العام لمركب DNA و RNA والتي تتشارك في عملية نقل المعلومات الوراثية فهل تعلم ما هي أوجه المقارنة بينهما؟ هيا نتعرف سوياً أولاً أوجه التشابه وتتمثل فيما يلي واحد كلاهما أحماض نووية اثنان يتكون كلاهما من سلسلة طويلة غير متفرعة يقليوتيدات وهي الوحدة البنائية للحمض النووي ثلاثة تكوين يقليوتيد واحد في النوعين والذي يتمثل فيه مجموعة الفوسفات السكر الخماسي القاعدة النيتروجينية أربعة وجود أربعة أنواع من القواعد النيتروجينية ثانياً أوجه الاختلاف وتتمثل فيما يلي واحد الشكل DNA عبارة عن شريط مزدوج من النيوكليوتيدات بينما RNA عبارة عن شريط مفرد فلا يوجد التحام بين شريط وآخر منه عن طريق الروابط الهيدروجينية اثنان القواعد النيتروجينية يوجد أربع أنواع من القواعد النيتروجينية في DNA وهي A T C G حيث يرتبط A و T معاً في حين يرتبط C و G معاً أما في RNA فيوجد أربع قواعد نيتروجينية أيضاً لكنها تختلف عن نظيرتها في DNA في عدم وجود ثايمين ووجود اليوراسيل بدلاً منها ليتلأم مع السكر الخماسي الموجود في تركيبه ثلاثة نوع السكر الخماسي الموجود في تركيب الحمضين والذي يتضح من خلال تسميته فDNA وهو اختصار ل Dioxiriponiclic Acid أي الحمض النووي للسكر الخماسي منزوع الأكسوجين أما RNA فهو اختصار ل Riponiclic Acid أي الحمض النووي للسكر الخماسي أربعة الطول DNA أطول من RNA حيث يحتوي DNA على مئات أو آلاف من الجينات في حين يحتوي RNA جيناً واحداً 5- التضاعف يمكن لDNA أن ينسخ نفسه أما RNA فليس له القدرة على مضاعفة نفسه 6- المكان يوجد DNA بصفة عامة داخل النواء ويمكن أن يتواجد في بعض عضيات الخرية مثل الميتوكوندريا والبلستيدات أما RNA فتكون داخل النواء ثم انتقل إلى السيتوبلازم وبالتالي فإنه يتواجد في النواة والسيتوبلازم 7- الوظيفة وظيفة DNA هي التحكم بكافة الصفات الوراثية للكائن أما RNA فيوجد منها ثلاثة أنواع وهي MRNE والذي يحمل الشفرة الوراثية إلى الريبوسومات وRRNE والذي يشارك في بناء الريبوسومات وTRNE وهو المسؤول عن ترجمة ونقل الأحماض الأمينية المناسبة لكل كدون ترجمة نانسي قنقر